بعد 55 قرروا أن يتبنوا النظام الجمهوري لأنه لا يوجد إمامه وإنما يوجد إمامه أربعون يوما على رحيل المناظر محمد بن عبد الله الفسيل و 96 عاما على ميلاده ولد الفسيل شمال صنعاء ونشأ يتيم الأب قادته والدته إلى التعليم وتنقل من المعلامة إلى مكتب الأيتام ثم المدرسة المتوسطة ليدرس فيها على أيدي معلمين بينهم الشهيد الحورش والمشير السلال بينما كان الفقيد الفسيل يدرس ليتخرج موظفا في قسم الحسابات شهد جنود النظام الإمامي وهم يجرون دعاة الإصلاح إلى السجون ويعذبونهم بالجلد تحت الشمس أمام جموع المشاهدين فتكونت في وعيه عقيدة الثورة في طفولته شاهد الناس يهربون من الجوع في تهامة وحجة ويموتون من الجوع في شوارع صنعاء بينما يكنز الإمام الحبوب حتى تفسد في مخازنها وفي شبابه شاهد الفسيل سجلات الحسابات المضبوطة للإمام وعماله وهم يحصون الزكاة وديون المواطنين قاده قدره إلى مكتبة الشهيد الحورش وبدأ من داخلها مرحلة التثقيف الذاتي من خلال قراءة واسعة أخرجته من حالة التشيع التي كانت مذهب عموم الناس ودينهم الذي لا يعرفون غيره وبفضل القراءة وجد الفسيل نفسه أمام تغير يهز كيانه بشكل كامل نشط الفقيد الفسيل في العمل السري قبل الثورة وسجن ثلاثة عشر عاما بعد فشل ثورة ثمانية وأربعين وحين حانت ساعة الحصم كان هو من كتب بيان ثورة سبتمبر وتلاه في الإذاعة ثم انتقل إلى مربع معارضة أخطاء السلطة ورافق الشهيد الزبيري حتى لحظة السشهادة عمل الفسيل سفيرا لليمن في عديد من الدول ومستشارا لوزير الزراعة بدرجة وزير ثم وكيلا لوزارة الأوقاف ومستشارا للرئيس الحمدي وشارك في صياغة دستور دولة الوحدة وعضوية أول مجلس نواب بعد الوحدة وشارك في إعداد نص وثيقة العهد والاتفاق أثناء الأزمة السياسية عام ثلاثة وتسعين وفي الثورة الشبابية الشعبية السلمية عام 2011 كان واحدا من أوائل مناظلية الثورة الذين أعلنوا تأييد ثورة الشباب وشاركوا في اعتصام ميدان التغيير بصنعة خلال العام الأخير من حياته الحافلة بالأحداث والمواقف استضافته قناة بلقيس على برنامج الشاهد وخلال عشرين حلقة تلفزيونية وثقت شهادته على ما خاض من التجارب وشهد من التحولات أستاذ محمد ما هي وصيتك في ختام هذه الحلقات لليمنيين؟ أنا أنسح اليمنيين بالآتي المحافظة على حاجة اسمها دولة شرعية وإجبار هذه الدولة الشرعية أن تعود إلى اليمن لو عادت إلى اليمن ستتغير اليمنين يغيروها هم استدعش غيروها لأنها جالزة في الرياض لم تترك له شجاعته في قول الحق صديقا من المتربعين على عروش الحكم في مختلف المراحل التي عاشها وشارك في صنعها استقال من عمله كمستشار للرئيس الحمدي ثم عارض الرئيس الغشمي وظل ناصحا أمينا محافظا على استقلاله السياسي وقيمه الثورية داخل المنصب وخارجه حتى تغفي بالقاهرة في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي ترجمة نانسي قنقر